قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل أن مصر تشارك بفعالية في جميع القطاعات بمنطقة المتوسط داعيا الاتحاد لبذل المزيد من الجهود لمواجهة التحديات الراهنة وكشف رئيس الوزراء في كلمته بمؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط للنقل البحري في محافظة الإسماعيلية عن أن الاتحاد من أجل المتوسط حقق العديد من الإنجازات على صعيد البرامج والمشروعات التنموية ذات البعد الإقليمية مشيرا إلى أنه تم صياغة عدد كبير من المشروعات بميزانية تقدر بنحو 5 مليارات و 500 مليون يورو وما زالت هناك العديد من الفرص الضخمة للتعاون بين دول الاتحاد